بعض الناس سألوني وقالوا لي نشعر بالعار هذو جزائرينا حرارة ثوار وثائرات قالوا نشعر بالعار وأن الشعب الجزائري ما تحركش كما يجب كما تحركت شعوب أخرى وقالوا أن حتى بلدان مطبعة مثل المغرب مثلا من بين أكثر شعوب اللي تحرك هو المغرب فقالوا كيفش تفسر هذا الأمر قلت لهم بطريقة الحال هذا مزعج يعني لو كانوا نظروا له فقط نظرة هكذا مزعج شعب جزائري اللي يعرف الاستيطان شعب جزائري اللي قضية فلسطين بالفعل يحملها في ضميره في أخلاقه لأنه عاش أشياء مشابهة إلى آخره والخطاب خاصة الخطاب بتاع العصابة هو خطاب ملائم مفروض مع فلسطين ظالمة ومظلومة إلى آخره قلت لهم هناك مجموعة أسباب سبب الأول هو أن أحرار الجزائر شافوا أن هذه القضية نظام أممها فهما لا يريدون مثلا لما خرجوا داروا مظاهرات أون كادري مؤطرة داروا هجمعت حمسو بن جرينا والأفالان والأرندي الناس الأحرار ما خرجوش في المظاهرات هذه خرجوا بعض الناس الشعب من الشعب لكن الأحرار والحركين ما خرجوش قال لك أنا لا أمشي وراء اللصوص اللي نحاربهم واللي الحرك يحاربهم ويريد الإطاحة بهم وأنا نمشي معهم ونمشي وراهم وهذا منطق هذا مهم هذا المنطق الأمر الثاني الناس قال لك في الخطاب الإعلامي النظام تبني قضية فلسطين مع فلسطين ظالمة ومظلومة وتلفزيون يجيبوا حتى في الأعمال المقاومة وجرائده إلى آخره قال لك وكأننا لو إحنا ثاني نخرجو نبانو وكأننا نرنا نمشي في نفس الخط مع هذه العصابات اللي إحنا قلناها والحراك قال يتنحها وقع الأمر الثالث الشعب يحتاج محركين يحتاج وجوه متعددة يسمع لها أيضا تنظم تحركاتهم الأمر الآخر وهذا تاريخيا حدث شعب جزائري يتحرك دائما متأخرا لأسباب متعددة نعطيكم مثالين المثال الأول وهذا أمثلة من التاريخ المثال الأول كان هناك اتفاق بين أحرار المغرب وتونس والجزائر في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات أن تندلع الثورات في المغرب والجزائر وتونس في نفس الوقت نفس الوقت وكان مقرر لها اتفاق 51-52 على أقصى تقبير واندلعت ما يمكن تسميته بالثورة المغربية واندلعت ما يمكن تسميته بالثورة التونسية ألا أقول ما يمكن تسميته لأنه بعد كي جاءت الثورة الجزائرية بكل لهيبها ظهر ما حدث في المغرب وتونس أقل لماذا أقل؟ طبيعي لأنه في المغرب لم يكن استعمارا استيطانيا كان استعمارا استعمارا ثقافيا تجاريا لكن لم يكن كان احتلالا لكن سيرحل لم يقول المغرب جزء من فرنسا ولم يقولوا تونس جزء من فرنسا وكانوا أصلا يسموها البروتوكتور الحماية انتداب الحماية لآخره لكن دلعت في المغرب ثورة ضد الاستعمار الفرنسي واندلعت في تونس والثوار الجزائري من الأحرار الجزائريين سيرهم كما يرهم برك قال لك كيف تندلع في تونس وتندلع في المغرب ونحن ما ندخلش طورة جزائرية ساد نوع من اليأس والغضب والألم وهذا اللي عمق الخصومات داخل الحركة الوطنية خاصة داخل PPI MTLD خاصة داخل حزب الشعر لكن هو حزب الاستقلال هو اللي ينادب الاستقلال الأحزاب الأخرى بدرجات مختلفة وان كان ما كانوش ينادب الاستقلال تماما فسادت خصومات كبيرة ومن بين الخصومات لصراط ما بين السنتريست المركزيون ما بين المركزيين والميصاليين كانت على كفاه ها وهي كاية ثورة في تونس ثورة في المغرب طبعا فيها حواجات وحدة أخرى على قضية الزعام انت عمال صالي وأشياء أخرى لكن كانت من نقاط الخصومة أيضا أننا تأخرنا في الثورة ولذلك جمعت لوس المنظمة الخاصة الأورغانيزيون سبيسيال اللي كانوا يسموهم مجانين ومهبيل هم اللي قالوا وقالوا ما زيش تأخروا مع ذلك تأخرت الثورة الجزائرية تقريبا أو أكثر من سنتين على الثورة المغربية والثورة التونسية سنتين حتى النهاية 54 لكن عندما جاءت ثورة الجزائرية كانت ثورة عارمة واحدة من أعظم ثورات المسلحة في القرى العشرين وبالعكس كثير من إخواننا المغاربة اللي حملوا سلاح واللي بعد ما لاح في الأفق الثورة الجزائرية ضغطت على فرنسا باش فرنسا تضطر أن تتخلى على كثير من مستعمراتها اللي ما كانش استيطانية بما فيها تونس والمغرب وتحت أيضا ضربات الثوار المغاربة والثوار التوانسا اضطرت فرنسا أن تخرج من تونس كانوا أراضي مفتوحة للثوار وقواعد للثوار تونس كانت هي العاصمة السياسية للثورة والمغرب كانت فيها السياسة وفيها صناعة الأسلحة وفيها جيش الحدود وفيها أشياء كثيرة جدا وأيضا مد التوانسا والمغاربة مدوا الثورة بالثوار وبالرجال النقطة الثانية على الشعب الجزائرية دائما يتأخر إنما اندلع ربيع الشعوب أو الربع العربي في جرونفي وفي ديسمبر في حقيقة ولكن خلينا نقوله مع سقط بن علي في 14 يناير 2011 ربما بعض الناس نساوا في الأيام اللي اندلعت فيها الثورة التونسية بعدها بشوية اندلعت انتفاضة في الجزائر شديدة اللي هي عرفت ب أحداث الزيت والسكر طاوحة تسمية هكذا سيئة أحداث الزيت والسكر وهي وإن كان الزيت والسكر لعب دور فيها معنى انقطاع الزيت والسكر ارتفاع أسعارهم إلى آخره وأدى ذلك إلى خروج الناس في بداية من 5 يناير في الربع يناير كانت في نفس الوقت مع تونس لكن الإعلام العالمي ركز على تونس وما ركزش على الجزائر الجزائر كانت مغلقة والنظام غلقها الإعلام العالمي والجزائريين ما كانوش بالقدرة في استخدام الأنترنت والأنترنت كانت متطورة جداً في تونس مقارنة مع الجزائر نظام الجزائري كان غالق على الأنترنت قليل جداً اللي كان عنده سمارتفون أنا ذاك تليفون ذكي أنا ذاك إذا كان ذكرتي جيدة أو كانوا كاينين لكن الأنترنت ضعيفة فهذا وما كانش لها تنظيم بينما في تونس تولى المحامون خاصة وبعض المناظرين تولوا إدارة الانتفاضة التونسية اللي أدت إلى سقوط بن علي وفيما بعد التحاق مصر وسقوط بعدها بشهر أو أقل من شهر سقوط مبارك وتعرف القصة كما كان الجزائر أو الجزائري تحركوا ثمان سنوات بعدها في فبراير 2019 سنوات تحركوا بعدها فالجزائريين تاريخياً أثقل في التحركات الثورية ولكنهم أعمق وأقوى وأشد وأشرس إذا ما دخلوها هذا التاريخ وهذا واقعتين يعطونا فكرة على الموضوع ترجمة نانسي قنقر